بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيجو في قناة تفسير احلام والرقية اشارية النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية ايجاد الحزاء اللائع او الحزاء اللي كان مفقود هنتكلم عن اعمل تفسيرات المبشرة برؤية ايجاد حزاء كنا بندور عليه او كنا فقدناه هنعرف اعمل تفسيرات لو شفنا ان احنا لقناه مرة تانية اولا لو كانت امرأة مطلقة وشافت ان هي ضيعت الحزاء بتاعها وعملت دور عليه وما لقيتوش للأسف فمن الرموز اللي بتقولها على ان هي بترغب في الزواج من شخص ولكن للأسف مش هيكون في نصيب اما لو لقيت الحزاء لو كانت بتدور عليه وبالفعل لقيته فبيكون بشارة لها بالزواج كمان بشارة لها بخلاصها من مشاكل او من هموم كانت بتمر بها كمان لما يشوف الشخص انه يشوف الرجل انه وجد الحزاء بتاعه المفقود فمن الرؤى اللي بتدل على خلاصه من مشاكل كان بيعاني منها لو كان غير متزوج فمن الرؤى اللي بتبشره بالارتباط وبي الزواج لو كان متزوج وعنده مشاكل زوجية فمن الرؤى اللي بتدل على انتهاء المشاكل دي وخلاصها كمان المرأة المتزوجة لما تشوف ان هي لقيت الحزاء بتاعها المفقود فده خلاصها برضو من مشاكل لو كانت في مشاكل بينها وبين زوجها فمن الرؤى اللي برضو اللي بتدل على انتهاءها كمان لما تشوف ان هي عمالة تدور على حزاء بقالها فترة طويلة وفي الاخر لقيته فده من الرموز اللي بتدل على مرورها بأمر هيزعجها او هيسبب لها الازعج الفتاة العزباء برضو لما تشوف ان هي فقدت الحزاء بتاعها ويتشوف ان هي لقيته مرة تانية فمن الرؤى اللي بتدل على عودتها لارتباط سابق ممكن تكون عودتها لخطبها او لشخص كانت مرتبطة بيه في السابق كمان لما تشوف ان هي لقيت الحزاء بتاعها هي بتدل على حصولها وعلى فرصة عمل يمكن بعد بحث او بعد جهد كبير او تعب هتلاقي فرصة عمل مناسبة اشتركوا في القناة